وضع صعب جداً احنا تحت خط الفقر المائي برشا فما ضيع ما كبير فما استنزاف للمائدة المائية فما سوء استعمال الموارد المائية حتى من المواطن العادي استنزاف للمائدة المائية يعني الوضع اللي احنا فيه الناتج من سوء استعمال الموارد الضيع الجسبياش وكذلك المناخ اللي زاد الطين يبلغ بالجفاف اللي نشوفه فيه لسنة الرابعة الدولة التونسية لازمها تستعرف اللي تونس تواجه في كارثة طبيعية اللي هي أقوى من زلزال نجم نقولك أقوى من زلزال ولازمها حالة طوارئ استثنائية ولازمها قانون استثنائي وضع المياه في تونس اللي المسئلة واللي التخطيرة ولازم انه نحطوا البوان على المسئلة هذه لو كانت نجم تصفنها كبداية وضع المياه في تونس كيفش النجم نوصفه وضع المياه في تونس طوى خلال معناها الأيامات هذية وضع صعب جدا صعب جدا لشيئين معناها نجم نقولك معناها اللي هما معناها الحاجة اللولة هي كونه تونس الموارد المائية متاحة قليلة جدا وضعيفة جدا حتى كان الصدود متاعنا معبية والمائية المائية متاعنا معبية كمية الماء الفرد الواحد هي أقل من 400 متر مكعب في السنة يعني إحنا تحت خط الفقر المائي برشا ما نسميه بالفرنسية يعني إحنا عنا حالة حالة معناها من انعدام الموارد باش نعملو واللي زاد عليها هو الجفاف اللي عايشته تونس وهو للسنة الرابعة جافة نشوفه فيها اللي هو زادتيني بلا لأن معناها اللي ما عناش موارد في السدود لقلة الأمطار فما استنزاف للمائدة المائية وعدم تواجد الماء للفلاحة البعالية مما نجر عنه معناها نقول أنا أزمة كبيرة في الوقت الحالي كنحاولو نرجعو للأسباب هل هي فقط أسباب مناخية طبيعية وإلا أسباب زادة فيها نوع من سوء الاستغلال للموارد اللي عنا هو حتى بلاد ما عندها موارد ضعيفة وتعيش أربع سنوات جاف راهو سعيب برشا معناها فما شوية الوضع الحالي إذا كنشخص الوضع الحالي الوضع الحالي ناتج عن تواتر فترات الجفاف اللي هي كارثة طبيعية ومعناها والتواتر متاحة ناتج عن التغيرات المناخية تأثير التغيرات المناخية طبعا الجفاف هذي جاء على موارد قليلة على منشآت مائية معناها ناقص فيها صيانة ناقص فيها سوء استعمال من نكذبش فما مشكلة متاحة حوكمة فما ضياع في الماء في المنشآت المائية متاعنا كسواء عند السناد ولا عند المجامع المائية وإلا في المناطق السقوية الفلاحية فما ضيع ماء كبير فما استنزاف للمائدة المائية فما سوء استعمال الموارد المائية حتى من المواطن العادي استعمال الماء المشبهي ما هوش كان فيه تسكير ولا فتحة نسبالة السيدة لتونس تطيش تسعمائة ألف خبزة في اليوم تطيش في الماكلة هذي كله استنزاف للمائدة المائية يعني الوضع اللي احنا فيه ناتج من سوء استعمال الموارد الضياع الجسبياش وكذلك المناخ اللي زادت بالجفاف اللي نشوفه فيه اللي السنة الرابعة يعني حسب كلامك المسؤولية ترجع للمواطن من جهة وللدولة اللي ربما ما ما فقدش بالوضع هذا في سنوات السابق وما حاولتش تستعبق أنه نوصل للنتيجة صحيح كلامك صحيح الدولة التونسية للأسف رغم اللي للقرارات ولا التقارير اللي خدموهم الخبراء وأنا واحدة منهم أنا خبراء تونسيين ذو كفاءة عالية أنجوا عدة استراتيجيات في كسسوا في تغير المناخ ولا في المياه ولا في الفلاحة وغيرها للأسف الدولة التونسية ما كانتش سباقة في أخذ القرارات اللازمة باش تحذى الروح على خاطر قنالها راهوا التغيرات المناخية مش يجيب معاها معناها قلة موارد ومش يجيب معاها تواتر لفترات الجفاف وفترات الجفاف يعني ما فماش تساقطات من السماء يعني عدم توفر الموارد المائية للاستعمالات الكل للأسف الدولة التونسية ما اخذتش احتياطاتها للحد من الكارثة هذية وحتى كان فم قوانين موجودين مثلا قانون تفعيل صندوق الجوائح للأسف الصندوق موجود لكن الدولة ما حطتش على أرض الواقع الآليات لتفعيل القانون هذية اللي خرج في 2018 واللي يقول قال لي في حالة معناها عدم تواجد المياه من جراء الجفاف فم الصندوق هذية اللي بش يدعم الفلاحين لخاطر وقتين ما فمش ماء الدولة مش مش تنجم بتاعت الماء للفلاح ويلزم وقتها يتعدى القانون هذية متاع الجوائح يعني الجوائح يعني فم السورانس الاجتماع هذية اللي يترجع للمواطن 60% من الخسائر متاعه كيف زاد المجال المائية ما زالت متعطلة ما نعرفوش وقتاش مش دي أنا باز باش تدعم معناها التحذير للمجالة المياه يعني وانتجران تخرج مجالة المياه وقتلي الاستراتيجية هذي ما زالت ما كملتش طود وزارة الفلاحة قاعدة تحذر في الخطة العمل متاع استراتيجية هذية وشنو يزمها تعمل الدولة التونسية في الايام المقبلة وفي السنوات المقبلة هذا مش يكون معناها مش يعطي لباز هذية باش نعمل مجلة المياه وباش تكون ملائمة للخطة الدولة التونسية متاع المياه 2050 لكن أنا نقول طوى احنا في وضع استثنائي وفي حالة استثنائية ويلزمها قانون استثنائي انت الدولة التونسية ما تنجمش طوى تفعل قانون المياه الموجود حاليا اللي هو متاع 1975 واللي تحين في 88 وتحين تفعلوا لأن الوضع طوى استثنائي احنا منواجه في كارثة طبيعية اللي عندها تأثيرات على الموارد المائية على الأرض على الأنظيم البيئية حتى على البحر يلزم قانون استثنائي هذي كالليش قلنا الدولة التونسية لازمها تستعرف اللي تونس تواجه في كارثة طبيعية اللي هي أقوى من زلزال نجم نقول لك أقوى من زلزال ولازمها حالة طوارئ استثنائية ولازمها قانون استثنائي طبعا مجلس نواب الشعب ينجم يفهم الوضع ويطلب من رئاسة الدولة باش يخرج قانون استثنائي باش نواجه الحالة هذية لأن في الحالة هذي الاستثنائية ما تنجم تفعل قانون عادي هل أنه تحسب الأرقام الموجودة وكمية الموايه الموجودة لا سمح إذا كان استمرت الحالة في الجفاف كما تاوى كما في السنوات الأخيرة لتونس الوقت تنجم تقاوم بمواردها الحالية بالموارد الحالية نجم نأمن الماء السالح للشراب وصعيب تأمينه نزيد نأكد صعيب تأمينه على خاطر فما بعض الفلاحة لا يأخذوا أي ماء يسكو به ونجم يأخذ حتى ماء السناد ويسقي به لأن الماء هي بالنسبة له حياته وموت معناها لا ينجم ينقض الشجر ولا ينقض المحصون إلا بالماء وإذا كان لا يتجأل أي ماء نجم يأخذ ماء السناد كما ينجم حتى يأخذ المياه الغير معالجة لكي يسقي المنتوجات متاعورة وهذا الخطر الكبير الماء اللي عنا النجم نأمن به معناها نقول الآن الماء صالح للشراب يمكن القوت مع قصان الماء عدم تزويد الماء لعدة ساعات سامحوني خلال اليوم معناها تنجم العدة ساعات النجم يكون 7 ساعات 10 ساعات نجم يوصل حتى 12 ساعة لأن يقول السناد الصائفة هذية عنا موسم سياحي به إن شاء الله ينجم معناها نعطيه الماء لسياحة لأن مش توفر موارد للدولة تونسية لكن الوضع صعيب الوضع صعيب لأن من الصعب تأمين الماء السالح للشراب للمواطنين في عدم تأمين الماء للفلاح أنت كخبيرة شنية الحلول التي تنجم الدولة تنترهجها لكي تجنب الوضع ليس أخطر لازم ترشيد استهلاك الماء بشكل كبير وكبير جدا معناها إعلانات كبيرة من قبل عدة مسؤولين في الدولة ومن قبل حتى الجمعيات والجمعيات المائية ولازم الحد من ضياع الماء والحد من ضياع الماء للأسف حقه صار منذ فترة المجتمع المدني ونقول لعاون لكي نعمل التحسيس والتحسيس غير كافي يلزم موارد مالية لكي المجامع المائية تحسن في مردودية الشبكة متاحة لازم زاد موارد مالية كبيرة للصنات لكي تحسن في مردودية الشبكة متاحة لكي نقوم ومعناها يلزم الحد من ضيع الماء هذا منشيرة ومنشيرة ثانية لازم الدولة تأمن عدة مناطق اللي تنجم تاخذ فيها منها الماء باش تزود بها المواطنين في حالة شياح عدة أبار عميقة لأن بما أن الأمطار ما صبتش فما أبار عميقة مش تشيح يعني مش تنشف من الماء ومش تلقى معناها فما عدة مناطق باش يلقوا إشكال في التزويد بالماء لازم الدولة التونسية تكون عندها مناطق تاخذ منها الماء باش تنجم تأمن الماء لعدة مناطق في حالة نضوب معناها نضوب أبار عميقة كيسو سواء متاع السناد ولا متاع مجامع مائية ولا غيرها نلاحظه قلة وعي كبيرة بين المواطنين ساعتك حتى يقص الماء يقول لك عليش يقصوا فيه ما الدولة عاملة بالعاني نشوفه في الشعب ما هوش وعي بخطورة الوابع عشنوه ميساجك لأي مواطن بشي شوف شوف هو في الواقع الدولة التونسية ولا صناد بطريقة معناها ديريكت الصناد مطالبة باش توفر الماء السالح للشراب ونشوف للمواطنين الكل للاوقت الصناد متجمش تأمن الماء وقت اللي يقع نقص في الموارد المائية الصناد تولي غير قادرة باش تأمن السرفيس هذي كمتاع الماء متواصل يعني انت تحل السبالة تلقى الماء إذا كان الدولة التونسية نفسها ما تعلنش على هذا إعلان معناها ديريكت وقت اللي خرج الإعلان من وزارة الفلاحة قال لي نظراً لنقص في الموارد المائية مش يولي فما معناها تزويد الماء الرسيونمون هذي كاللي حكاوا عليه وفما استعمالات معادش تنجم تستعمل الماء الصالح للشراب كيمة مثلاً غسل السيارات وغيرها ما خرجتش وزارة الفلاحة الإجراءات لتفعيل القرار هذي شكون المعني بالأمر كيفاش السيدة اللي مستنس مثلاً عايش من خسيل السيارات تقول له ما عاش تخسل السيارات اي شنو من مش يعيش هو شنو من الإجراءات المصاحبة لهذي كيفاش كيفاش الرسيونمون هذي وقت اللي فما ناس اللي يسكنوا مثلاً في الطوابق العليا مش مش يخلطلهم الماء هذي ماهوش رسيونمون فما ناس عند الماء وناس ما عندهش الماء هذي غير معقول يعني فما إجراءات أخرى يزمها تكون متواجدة باش المواطن يفهم ويفهم دوره أنا شنو نجم نقول المواطن التونسي في الحالة هذية نعرف ولي وضع بلادنا صحيب بلادنا ما عندهش موارد مالية بلادنا تعمل فيهم وزارة فلاحة عندها برشا ريطار فيهم من جراء عدة مشاكل سياسية واقتصادية نقول أنا للمواطن التونسي يراؤه يلزم يستعمل الماء استعمال محكم ما معناها إذا كان المواطن حاشته بنصف إيطرة ما يخذش إيطرة إذا كان هو ينجم يصلح مثلا السبالة متاعه ولا الشازدو متاعه إذا كان هي فيها فويت يصلح لأنه هذا يخليه يستعمل أقل ماء بشيخلي الماء الغير لأنه ينجم يجي نهار للأسف يحل السبالة وماء القشماء ونجم يقعد لعدة ساعات ماء القشماء هذا يجب كل مواطن عنده ماء احتياط للحاجات تمتاعه المعناها اليومية لكن وقت السنادة ترجع الماء لا يجب الماء خزن يطيش لازم يستعمل ويستعمل محكم وما يستعمل المنشآت المائية متاع السناد للأغراض الخاصة متاعه لسقيان جرته ولا لسقيان الزيتون اللي عنده زيتون ولا غيره لازم يخمم في غيره لأن الوضع صعب صعب جدا على المواطنين الكل في كامل تراب الجمهورية المسئولية الكبيرة هي عند الدولة لأن الدولة يلزمها تكون واعية اللي احنا نواجهه في فترة جفاف حادة حادة وكما قلت بكري هذا الجفاف هو تأثيراته أقوى حتى من زلزال وفي الوضع هذا ما نجموش أي بلاد ما تجمش تواجه أربع سنوات جافة كما لواجهتها تونس رأنا احنا وصلنا الأقصى حد معناها تحمل الجفاف هذي هذي عليش الدولة تونسية لازم تعلن اللي الدولة تونسية تحت وطأ معناها الجفاف كحالة كجائحة طبيعية وتحط معناها نتوجه المعناها لبرتونار متاعنا اللي هما كما البنك الدولي كما البنك الإسلامي وغيرها باش يعاونونا باش نتعداول فترة هذي لازم موارد مالية كبيرة كبيرة جدا باش نحدوا من تأثير التغيرات المناخية ونحدوا من تأثير الجفاف احنا ماناش مش نحيوه الجفاف لكن مش نحدوا من تأثيراته باش بأموال باش نقصوا من ضيع الماء مثلا باش نقصوا من التبذير في الماء وباش نعاونوا الفلاح اللي ما نجم شينتج لاني ما فماش ما جامس ما بالنسبة الفلاحة البعلية ولانه الدولة تونسية ولا وزارة فلاحة منجم مش تعطيه الماء في المناطق السقوية باش ينتج لازم معناها فلوس باش نعاون الفلاح ولا مربي الماشية لان الفلاحة قاعدين يبيعوا في أراضيهم قاعدين يبيعوا في الماشية متاحهم لانهم مالقاوش ماء ومالقاوش علفة للحيوانات متاحهم اكبر خزان لخزن الماء ما هوش السد هو الأرض الأرض تخزن الماء باش نجموا منها هي ننجو منتوجات اللي نسميهم بعلية وإلا مطارية والمراعي كيف كيف هذين الكل ما تسقيهم مش الدولة يسقيهم ربي بالمطار يعني وقت لما تسب أمطار أول حاجة تتأثر هي الفلاحة البعلية ثاني حاجة هو المياه اللي تجري فوق الأرض وتمشي للسدود تولي المياه هذيك ما فماش ازدياد درجة الحرارة ينجر عليه التبخر وازدياد حاجيات المواطنين والحاجة الأخرى الكبيرة اللي ننساوها برشا هو اختلال الدورة المائية اختلال الدورة المائية لأن فما كمية وقت اللي تصب الأمطار فما كمية كبيرة من الماء ترجع للبحر ترجع للبحر مواد تغذية للفيتو بلانكتون العوالق هذوكم اللي هوم ينجون خمسين في المائية من الأكسجين اللي نفسو ترجمة نانسي قنقر